بمناسبة البادي لانجوج وحركات الجسد بتاعت الكابتر باهيم نور الدين بقى واحدة من العلامات في الكرة المصرية دلوقتي تحديداً لما بتبقى لاجع من الفار حركة دي مش عقف لازم أبقى فت عشان أفرد ايدي زي حضرتك ويه والسماعة بتاعت الفار هل ده اسلوب تكنيك شخصي بالنسبة لك ولا هي طلعة طبيعية ولا تلقائية تعليمات جات لنا ان احنا لازم لا 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 في فرق في فرق لا أقصد انه وطبعاً كل الحكام بيعملوا كده وكل الحكام بيشاوروا بس انا بتكلم انت مثلاً بتيجي تشاور على ضربة الجزاء بيبقى فيها انفعال أقوى شوية السماعة بتفضل حيات إيدك عليها كتير مش انفعال مش انفعال مش انفعال الحماس اي حماس رقلة الجزاء ده قرار مهم لازم لما تيجي تاخدوا القرار المهم لازم تباين للناس ان انت متأكد من القرار ده فلازم انفعاليك ان كان في اشارة لازم الاشارة تبقى بقوة عشان تبقى مقنعة بس مش هتشاور كده بتراخي انت لو شهرت بتراخي ممكن يتقال برضو عليك انت زعلان انك بتحسب راكل الجزاء او خايف ان انت بتحسب راكل الجزاء وعشرين جهاز فني شمال وعشرين جهاز فني يمين وترتيب جدول وتلاقي الدنيا كلها ماسكة في ابراهيم نوردين حكم الماتش بس بس هل انت دلوقتي فرق معاك الاشارة بقوة او برعونة ولا فرق معاك على فرقها مش غلط اه الفضل يفرم معاك صحة القرار صحة القرار طبع ولا يفرم معاك الشكل العام صحة القرار مش كده اه كده حلوت صحة القرار طبعا بالمناسبة 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 انت بتقول لي دلوقتي ايه لما باجي عملها لو عملتها مسلا بشكل هادي كده وبالروحة هيتطلعوا الاعلاميين يقولك ايه همص لشكله مش عارف ايه مش مبسوط وانت برضو لو ببطيق تعملها بحماس قوي مانا بعملها على اتنين بقولك بس لو ببطيق تعملها بحماس قوي يقولك قده مبسوط ان هو حصل ضرب الجزاء مبسوط ليه انت مش سمعت ديه قبل كده بس لا بسمعت ديه ضرب الجزاء بس انت بسمعتش كده قبل كده اكيد قريت يقولك او راح يا عم بحماس او كده ليه او فرح فرح ان هي تلعج تضرب الجزاء انا بصك بصداكة يعني طبعا انا لما بصيت لقيت الامور خرجت عن الاطار التحليلي مبقتش بسمع ولا بعلم الا على اللي بيخرج عن النص كل الاحترام والتقدير لجميع الاعلمين في مصر مسموع ومرئي ومقروق كل شيء كلهم اصدقائي وكلهم عندهم شغلهم يقولوا اللي يملأ عليهم ضمرهم وانت متسمعوش ولا مسمعوش اللي يشكرني اللي يشكرني ما بسمعوش ما بسمعوش واللي يتكلم علي ما بسمعوش لكن اللي يزم فيه برد عليه حتى لو كلفني الامر دوت اقافي لان الاقاف هيتنسي لكن الرد على الزم فيه مش هيتنسي هيفضل معلم ان انت تكلمت علي وانا طلعت رديت عليك لكن اي حاجة تحصل حتى لو كلفت اقافي حتى لو ايه اللي حصل حادي اللي حصل بعد ماتش الزملك اسموحة لما تلاقى ترديت مش هوا مش قفلت الصفحة دي اه لا سيبك ما تردش قفلت الصفحة انا ما عنديش خلاف مع اي حد يطلع يقول ركل الجزاء صحيحة او غير صحيحة اه ان واحد بدانية عندك زايدة او ناقصة اه وزنك زايد او ناقص اتكلم بشكل موضوعي هتبدأ تتكلم تقول المفروض كان يحسب هو عارف ان المفروض كان يحسب وبحسبش وتخدش في القطار ده يبقى انت تستهل الرد لان انت وانت كنت بتحكم ما كنتش تقبل من حد يتكلم عليك بالطريقة دي وانت لما فهو ترده على لجنة الحكام والله في التوقيت المشروع عنك في التوقيت ده في التوقيت ده هو المفروض طبعا لجنة الحكام ايوا بس انا لما طلعت رديت مرة واثنين عشان خاطر الرد بتاعي هيبقى اقوم الرد لجنة الحكام رغم ان لجنة الحكام اقوم من اي حكام طبعا بس الرد بتاعي هيبقى نسبة مشاهدته اكبر من نسبة مشاهدة لجنة الحكام عشان خاطر بقت اصبحت خلاف شخصي انا ما استناش لجنة الحكام هتطلع بيان كم واحد هي لجنة الحكام اشترك كنثروزي تاني يوم في بيان رسمة على موقع اتحاد الكور لو انت رئيس لجنة الحكام وحكم عندك بعد ما لقى مطش حاب يرد بنفسه على موقف حصل هوقفه هتوقفه انا قلت لك ده صح غلط بس فيه وقت الغلط يحميك في المستقبل من غلط اكبر لا اشرحك معلش اشرحك انا ممكن اتطول عليك دلوقتي تمام التطول دوت لو حضرك ما ردتش علي بشكل يحافظ على هيبتك في المستقبل الناس هتفضل طوله وامرها فاكرة اللي ابراهيم نور الدين تطول عليك وما ردتش دي ملهاش دعوة من واحل اخلاقية ولا تربوية كويس لو انت ردت علي انت مش مسمح لك ان انت ترد البروتوكول والاصول العالمية هيقولولك لا ممنوع ممكن تحاول التحقيق مش كده لو حتى لو انا لغلط دي فقط غلط انت بتغلط في كل الاحوال انا مختلف معك يعني في كل الاحوال تمام انت زي ما انت بديت المسل كده انا لو ردت عليك انا بقى عندي غلط انا كمان حتى لو عطاك هو انا قلتلك رد ما كانش غلط كريم 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 موضوع ده عشان ما اخدش حاج مكبر من حاج من المواصف حانتهت يعني لما ردت انا برد بحافظ على شكل العام في المستقبل لاني بدأنا نتطرق لاشياء خارج الاطار التحليل انت مسموح لك بايه كمحلل انت طالع تتكلم في نواحة شخصية لو طالع تتكلم في نواحة فنية اول ما تخش في نواحة شخصية خلاص هرد عليك في نواحة شخصية اتكلمت في نواحة فنية انا من امتى ردت علي اعلاميين طب او لا في المستقبل لو ده حصل تاني هترد تاني اه هترد تاني انا هتكلم في اي حاجة شخصية عني هيرد عليك